سكنوا في حزام بغداد وكان حديث قبل شهرين صادم مع الدكتور محمود المجداني كان يقول أن بغداد ملكية وليست شروقية قلت هذا وطنهم الأكبر بغداد كان حلم الفقراء الجنوبي كانوا درع بغداد طبعا كانوا درعا على فكرة كانوا درعا لبغداد لأن بغداد كان فيها الكناس والحمال والشرطي والمضمد وكل الفقراء والباعة المتجولين منها كنا عاونا لهم جميل وعلى فكرة وجاورناهم ولم نعتدي كنا يا صديقي يا أستاذ علي أهلي من أقصى الثورة إلى أقصى الشعلة إلى أقصى الحرية كانوا يعيشون وكأنهم كما يقول يمارسون تحدي لكن استجابتهم عظيمة لم يخربوا بغداد كما بقيت المدن الذي يأتي من الريف لندن يخرب لندن لا كانوا يحترمون تقاليدها لا يتجاوزون على قيمها ولا على أعراف ولا على أعراس وأنت هنا تفتح القوصة المهمة طبعا كانوا يفترشون البسط البسيطة نعم ويدعونا كلمة مهمة لم يخربوا بغداد طبعا لا أريدك أن ترد ولكن رأيك يقال خربوا بغداد وهناك من يكيل التهم لعبد الكريم قاسم لماذا جلبتهم إلى العاصمة وخربوها نعم أستاذ علي بكريم قاسم فوجئ بالهجرات الأولى والثانية وبعد مجيئ أصدر ثلاث قوانين مهمة قانون الثمانين قانون تأمين النفط قانون السلاح الزراعي وقانون تحديد الأراضي يبدو أنهم يعني بسبب هذا الوضع الصعب لم يجدوا فرصة لتنفيذ هذه القوانين فجاءوا لبغداد علىها يعني كل منهم يسد يعني رمقه بوظيفة عاشوا فكانوا بحزامه تسعة وخمسين وستين ووضعوا صورته كما هي الأساطير في القمر في القمر وضيعوه في النار يعني يبدو أن الرجل أحب الناس أنت ما إليهم لكن السؤال الذي يؤرقني كوني باحث بسيط لما أعطاهم مئة واربعة واربعين في حين في شارع فلسطين جمعية المؤذنيين أعطاهم ثلاثمائة متر وفي زيونة ستمية وفي المهندسين ثلاثمائة لماذا؟ ربما لأن العدد هائل كان ربما لكن لماذا مئة واربعة واربعين هل وصلت إلى سر الرقم؟ لا أنا وصلت إلى قضية واحدة أنا أعتقد أن المهندس من البغادة على فكرة البغداديين لا يقبلون أن تقول عليهم بغدادي بغادة لماذا؟ يبدو أن آسف أنا في الكسرة ما أتسوق مع ولدي في الكسرة مقابلها العظمية تعرف تقارير العظمية كنا كانوا يسموننا مرتين بدونية مفرطة شروقية وأخرى بلون ثقافي ربما فيه أيضا دوني المعدان طيب ما أنت رجل الحفريات رويلي قصة أنا سأروي لك قضية عن أمي وأنا في المتوسطة كنت قد انتظمت طالبا في المركزية في الإعدادية المركزية وتعرف الإعدادية المركزية ما الذي تحويه من أبناء الذوات وكذا كنت أميل لمنظومة الفكرية فكنت أحب أن أقرأ قصة الخليق لهذه القصة السومرية حينما كان في العلا لم يكن أي شيء حي إلا الكلمة وأنا كنت أقرأها في باحة المركزية وأقول لهم الكلمة الحق أني مظلوم أمي كانت توصيني لا تتحدث ربما البغاد يسيؤون التصرف معك حسنا لهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر